للأسف طبعا يعني خبر حزين جدا يعني عايزة روح طبعا لوفاة واحد من كباتنا ومن ابناء نادي الزمالك كابتن حسن زوريك طبعا مدرب فريق كورة اليد كابتن محسن زوريك طبعا ايه اللي توفاه الله كابتن محسن حنفي زوريك مدرب فريق اليد 2009 بالزمالك اللي أصيب بأزمة قلبية في الملعب وتم نقل المستشفى لكنه فرق الحياة ربنا يرحمه ألف رحمة ونور عليك وده راجل كان خارج سعيا للقمة عيش حلال فكان في سبيل الله يعني نحسبه كذلك ونحسبه من الشهداء عند الله ربنا يرحمه ويصبر أهله ويكون يا رب جاء النبي يعني يكون في أعلى درجات الجنة على الفور طبعا وده مش جديد على المستشار مرتضى منصور قرر صرف معاش شهري لأسرته وتعيين السيدة زوجته ربنا يصبرها طبعا وبنوسيها تعيينها في النادي وده موقف زي بقول لحضراتكم مش جديد على المستشار مرتضى منصور ولا غريب عليه دايما بتلاقي المستشار مرتضى منصور في الحاجات دي يعني إنسان بمعنى الكلمة والله العظيم وانتوا لو اللي يعرف مرتضى منصور على المستوى الشخصي بعيدا بس عن الأزمات وبعيدا عن يعني النهاردة دي كنت شفتوه في الفيديو منذ قليل لما كان بيهزر مع كابتن حزم فتوح طبعا وانتوا يمكن شفتوه قبل كده اللي كانت قاله على حزم فتوح ناكن ما دي قاعد معاه في النادي منتهى الاحترام منتهى الرقيه منتهى الهزار منتهى خفة الدم ناكن قبل كده لما حزم عمل موقف عشان برضو المشكلة مش في شخص المستشار او ان هو بيتكلم على حزم فتوح او غيره له لا ده مشكلة مش هو ما جاش مثلا تخانق خناه قدام البيت عند المستشار مرتضى او تخانق مع الامن اللي عند المستشار مرتضى او مثلا طلع تهاجم على بيته لا ده كانت مشكلة عشان نادي الزمالك فكان خلافه مع حزم ناكن اه خلاص استاذ حزم موجود مع سيفه بايتشال على رأسه ده حد الكرة نفس الكلام لسايد جمال علام وعمرك ما هتلاقي حد من هنا طلع انتقد شخص الاستاذ جمال علام او قلل منه لا انت بتتكلم على قرارات خطيئة بتتكلم على سياسة كيل بميكيالين بتتكلم على فتح باب القيد استثنائي للاهلي مرة واثنين وثلاثة قال الزمالك لا ده اللي احنا بنتكلم فيه فعشان كده انا بقول لحضراتكم هو ده مرتضى منصور الانسان طبعا اللي وقف مع اسرة الكابتن محسن زوريك ربنا يرحمه ويجعله في اعلى درجات الجنة وخالص مواسطنا وتعازينا لأسرته ان شاء الله وطبعا المعاش الشاري زي ما قلت لحضراتكم وتعيين السيدة زوجته ده اقل تقدير لواحد ادى نادي الزمالك ولو ليوم واحد لان نادي الزمالك في عهد نادي الزمالك الجديد في عهد المساش المرتضى منصور عمرو ما بيتخلى عن ابنائه وطبعا يعني برضو بعزي انفسنا بعزي كل الزمل هنا في قناة نادي الزمالك طبعا في وفاة زمننا العزيز مينة منضوح من الادارة الهندسية ربنا يرحمه ويصبر اهله خالص العزاء لأسرته طبعا من هنا في قناة نادي الزمالك كان انسان خلوق ونحسبه كذلك ان شاء الله ونحسبه على خير عند الله ربنا ارحمه وصبر اهله